طبعا يا حبيب يا سلام وبعدين كانت خاني وتضربت أحمد عدوية تقريبا أو حاجة بس كنا بنتحك وإحنا بنتخاني في حد وإحنا بنتخاني في حد وإحنا بنتخاني بنتخاني بنتحك وبوضنا الخناء النفسة سيدا والله المخرج عدم يتمر طبعا ولا عدم يتساب بقى على سجياتنا كده بس في حد بيتحك أنا باتحك ولا بتخاني سعيدا المخرج كان بريم عبدالعزيز عمر عبدالعزيز طبعا من الناس اللي فأنا بتعمل موقف خميدي من غير يكون مكتوب حتى صحيح هو ما شاء الله سابر اللي خناء تشتغل علشان وإحنا بنضحك يا سابر غاني مما تخاني معنا قعدنا نضحك فمشاه مشاه قال لك والله ولقى بالهوى وإحنا قاعدين سوا الورد راح كده والفل والفل إيه كده وبقيت من داودة سلطان أهل الهوى عدوية مين بقى سلطان أهل الهوى بكرة 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 حدث تاريخي أيوة بيضاف للأحداث التاريخية اللي بتحصل في المملكة نعم وزي ما احنا شفنا التقرير المملكة تستضيف مباريات تاريخية وبالذات في مباريات السوبر بين أندية تاريخية وأندية كبيرة صحيح بكرة بينضم ليهم الأهل والزمالك في اللقاء السوبر الأفريقي سوبر مصري أفريقي على أرض عربية على أرض المملكة فحدث لسه كسل عالم غير في حاجاتك حدث مميز مميز وزي كنا بنتكلم المملكة بتقفز قفزات إيجابية في جميع الجوانب صحيح مين بقى سلطان أهل الهوى بكرة؟ أنا أتمنى الأهلي تتمنى الأهلي مين سلطان أهل الهوى بكرة؟ أتمنى الزمالك طبعا أتمنى أملك من مشاهد أتأكده لو سألت توقعات أكيد هتقول الأهلي لكن فنياً هنتكلم هنتكلم فنياً للوقت هنتكلم طب بس أنا عندي كده كم سؤال كده الأول نعود شوية للتاريخ والناس بتحب تسمع طبعا لو رجعنا بالزمن أولاً أنتوا لعبتوا وصبعت أهلي زمالك أهلي زمالك أولاً مع بعض مع بعض لعبتوا مع بعض في الأهلي لكن لما روحت الزمالك ملقيتوش مع بعض طيب أبتدي بكابتن جمال الأقدم تتذكر مباراة كم فريقك هو الأفضل نرد الناس تتحدث أن الأهلي الأفضل وفرصه كده والناس بيقول كده أو يعني الغالباء بيقولوا كده تتذكر أنت كزمالك كابتن جمال وأنت في زمالك كنت أنت الفريق الأفضل واتغلبت من الأهلي هو يعني هي دي بتحصل كتير وحصلت معايا حصلت بس هو حصلت معنا احنا مع النادي الأهلي كان بيأخي واخد دوري ومنكسابه وانت في الأهلي وانا في الزمالك وانت في الزمالك انا بقى وانا في الأهلي كنت احنا واخدين دوري كان سنة 78 واخدين دوري 77 وماشيين كواس جدا في سنة 80 سوري سنة 80 وانزينا أصد الزمالك لو أنت تفتكر الأيام كان في عربية هدية وإحمد عبد الحليم وعبد الرحيم آه بتاعت فروج عفر كنا احنا كنا كذبين لو راح أخدها من أحمد عبد الحليم أي كنا احنا كذبين كل المباريات آه أي فجزة مالك كسبنا في الماتش ده 2-0 آه 2-0 وكنا مش مسدقين كذبين كل المباريات كنا نحسب بكتير انت بتكلم في ذكراتك كأهل وانت زمالك بقى زمالك بقى سنة 85 كنا احنا برضو لا مش 85 كان سيبك من السنة مش مهمة آه 85 كنا احنا ماشينا احنا والقالي برضو بنت ببنت وكنا أحسن كان عندنا لعبة على مستوى عالي جدا لو قلتهم لك آه آه أقول لي كده أبرز أربعة خمسة أيمان يونيسو طارق يحيا وأشرف قاسم وحماد عبداللطيف ومحمد صلاح وعاد المأمور مرهيم يوسف آه يا سلام سعيد الجدي آه طبعا وجمال عمزي آه أحمد رمزي آه أحمد رمزي محمد حلمي لمنتخب مص آه صبعا لمنتخب مص واتغلبنا واحد